طب خلونا ناخد معانا على التليفون أستاذ هشام الديجوي رئيس شعبة المواد الغذائية أهلا بيك هشام بيه عامل ايه؟ معالي يوسف بيه منور دائما ترفيز ضد النصر يا فندم هدولك يا فندم ربنا خليك يا رب هنعمل ايه في الإشاعات بتاعت؟ إيه الحق ده مفيش أكل؟ إيه الحق ده مفيش كذا؟ إيه الحق ده مفيش؟ يعني أفتنى في ذلك يا فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا ما فيش زولة ما عندهاش أكله وتوفر للمواطنين 65 مليون مواطن كل شهر 65 مليون كيلو سكر و 65 مليون إزاز زيت و 65 مليون كيلو مقارونا فده ده في الشهر الواحد في السنة بيعمل بسا مليون طن سكر على مليون طن مقارونا على مليون طن زيت فأني بلد سقيرة أو ما عندهاش منتجات بتعمل الكلام ده أنا ما بكلمش على بيعهم شرا أنا بكلم على تومين للبطاية بتاعت البطاية التومين إن المواطن بينزل بالبطاعة بتاعته بيصرف كل شهر الدعم بتاعه بياخد البطاعة دي هنقول السكر سعر إستر شاد 12 جنو 60 إرش هو ما يدفعوش هو بتخفى من الدعم بتاعه إذا الزيت 8-30 جنيه برضك ما يدفعش 30 جنيه ده بتخفى من الدعم بتاعه فلما نقول كده مبدعيا كده 65 مليون مواطن بيصرفوا السكر والزيت والرز كل شهر بالكم ده أناه يعني معالد وزير التومين أطلق ببضر التحدي أيام قبل الكورونا قال أتحدي إنه يبقى ديه فيه آآ رف فاضي ومعاليك التحدي ده قائم لغاية توقيتنا هذا مزبوط مفيش محل آآ في أي آآ منطقة في جمهورية مصر العربية أي أن كان المحل كبير ولا صغيرة ولا عيبر ولا كسك قال لما بشاء الله الله هو واجبا بتلاقي مليان من كل المنتجات ممكن تتكلم على فيه أسعار مختلفة ما بين المحلات لكن المنتجات كلها متوفرة وحتى في الأسعار أنا عندي مبادرة عاملها الدولة لخفض الأسعار ودخل فيها مجموعة كبيرة جدا من السلاسل التجارية وأصحاب محلات البقالة والمنتجين والموزعين وتحطط الأسعار الاستراتيجية يمكن مثلا على علب اللبن الجاهز اللي هو المعلب ده إلى آخره يعني أنا عندي وفرة سلعية وعندي كمان مبادرة لخفض السعر يا فنم الوفرة سلعية واحد اتنين كمان زل أنا عليك أكدت المبادرة يعني لو أنا قوله تغفر سلع وفلوسة أهالة ده بالعكس تغفر سلع وفلوسة أهال معاني دولة الرئيس الوظراء أطلق المبادرة السكر بسلع وعشرين جنيه الحكومة نفسية يعني أنا قول أول السكر بسلع وعشرين جنيه زل باربعين جنيه ده في كل العبارات وكمان في الشركة القبضة منافس الشركة القبضة ممثلة في الشركة المصرية والشركة العامة وأمان والجيش وكل دوت كل ده موجود فيه المنافس دي كلها موجودة بكم من الضايع بالإضافة للأسعار مية في المية إذا الله صحة نقول لها كمان ساعدتك البورصة المصرية البورصة السلعية البعاء الوزارة منزلة السكر فيها في البورصة المصرية من اربعة عشرين ونصر غير سلعة عشرين ده على البورصة يعني ده مسموح ان الشركات كل الشركات اللي هي بتتعامل في السكر يعني مش 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 بتعبي سكر بس لا الشركات المستهلكة للسكر زي العصير وال وباقية المنتجات والبسكوتات والبيرس والدواء الدواء كل ده مدخل في السكر ده الحكومة مغفرة عشان كمان تبقى نساهمة في كل المنتجات دي اللي اسعارها ما يزيتش يعني ساعدتك بتكلم على المبادرة المباسرة والجير مباسرة اللي بتعمله دلوقتي الحكومة كمان في السكر فعمليا لا صحة لهذه الشائعات على الاطلاق انا مشكورك جدا جدا عشان بيه كل الشكر الله وستاذ شام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية شجع المصري شجع المصري شجع المصري